السلام عليكم طلابي الأعزاء الله يعطيكم العافية بدأنا الحصة السابقة بشرح المجال الكهربائي عرفنا المنطقة المحيطة بالشحن الكهربائية والتي تظهر فيها خصائص الكهربائية بعد ذلك درسنا القانون الذي يربط بين شدة المجال الكهربائي والقوة الكهربائية وبعد ذلك اشتقينا قانون لحساب المجال الكهربائي الناتج من شحن نقطية حلينا عليهم مسألتين اليوم نريد أن نكمل بالبند الثاني في المجال الكهربائي العنوان خطوط المجال الكهربائي بدنا ندرس خطوط المجال الكهربائي تفقنا بالحصة السابقة أن المجال الكهربائي يمثل بخطوط تسمى خطوط المجال الكهربائي وهذه الخطوط تدل على المسار الذي تسلكه شحنة الاختبار الموجبة عند تحريكها في المجال بتأثير قوة المجال إذن خطوط المجال الكهربائي هي المسارات التي تسلكها شحنة الاختبار الموجبة عند وضعها في مجال الكهربائي أو خلال وجودها في مجال الكهربائي لتشحنة الفحص هلأ هذه خطوط المجال الكهربائي إلى عدة ميزات أول شغلة يا أستاذة رقم واحد أول خاصية من خواص خطوط المجال الكهربائي يكون اتجاه خطوط المجال الكهربائي خطوط المجال الكهربائي بحيث تبدو خارج من الشحن الموجبة خارج من الشحن الموجبة وداخلة في الشحن السالب لأنه يا أستاذ لما أنا بوضع شحنة اختبار موجبة موجب مع موجب رح يكون تنافر ولما بوضع شحنة اختبار موجبة وبتكون عندي شحنة سالب بدي يكون موجب مع سالب تجاذب فبالتالي يمكن تمثيلها كالآدي خطوط المجال وهي عندي أنا شحنة موجبة خطوط المجالب هتكون منها بهذا الشكل خارج من الشحنة الموجبة خطوط المجال الكهربائي أما بالنسبة للشحنة السالبة فتكون خطوط المجال داخلة بها داخلة داخلة فيها إذن هذه أول خاصية من خواص خطوط المجال الكهربائي خارج من الشحنة الموجبة داخلة في الشحنة السالبة رقم اثنين يتناسب عدد خطوط المجال الكهربائي المجال الكهربائي مع مقدار الشحن مع مقدار الشحن يعني كلما كان عدد خطوط المجال الخارجة من الشحن كثير تمام يدل ذلك على انه قيمة الشحن أو مقدار الشحن كبير إذن يتناسب عدد خطوط المجال مع مقدار الشحن رقم ثلاث يدل اتجاه المماس لخط المجال عند اي نقطة على اتجاه المجال الكهربائي في تلك النقطة خلينا نفترض يا استاذي انه ايش معنى هذه النقطة الثالثة خلينا نفترض انه خط المجال مش المجال بمثله بخطوط خلينا نفترض انه هذا خط المجال هذا خط المجال تمام خلينا نفترض أنه فيه هنا نقطة ايه هذا خط المجال خط المجال وجه سألك سؤال قال لك عند النقطة ايه ما هو اتجاه المجال الكهربائي فأنت بتيجي تقول تعلمنا من النقطة الثالثة أن اتجاه المجال الكهربائي عند اي نقطة مماس نأخذ مماس فبالتالي رح يكون بهذا الاتجاه وهم خاصية من خصائص المماس يكون عمودي على نصف القطر خليه فرضنا هذا نصف القطر فبالتالي يجب أن يكون بهذا الشكل إذن هذا اتجاه المجال هذا اتجاه ايه عند النقطة ايه 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 خلينا اسميها ايه ايه عند النقطة ايه وأيضا ضفليا هون راح ينتعلمها لقدام تناسب عد قوة المجال مع مقدار الشحنة ويدل ويدل أيضا وتدل أيضا وتدل كثافة كثافة الخطوط في منطقة ما على مقدار المجال يعني أنا بقدر أحدد قيمة المجال من خلال عدد الخطوط كل ما كانت كثافة الخطوط أكبر كانت مقدار الشحنة أكبر كان مقدار المجال أكبر راح ندرسه لقدام بهذا الدرس إن شاء الله بحصة أخرى أما بالنسبة للخاصية الرابعة أن خطوط المجال الكهربائي لا يمكن كهربائي لا يمكن أن تتقاطع لا يمكن أن تتقاطع هذه ممكن يجب لك إياها على صيغة علد ما السبب؟ لماذا لا يمكن؟ لأنه أصلا لو تقاطعت إيش بدل ذلك؟ لأنه لو تقاطعت لأصبح يوجد اتجاهين يوجد اتجاهين للمجال الكهربائي عند نقطة التقاطع وهذا مرفوض مجال الكهربائي عند نقطة التقاطع وهذا مرفوض وهذا مرفوض على سبيل المثال خلينا نفترض أنه في عندنا هاي خط مجال تمام؟ وفي عندنا أنا خط مجال آخر وخلينا نفترض أنه تقاطع عند هذه النقطة هذه النقطة اسمها إيه؟ طيب جيت أقول لك حدد لي يا أستاذ اتجاه المجال عند النقطة المماس لهذا الخط بدي يكون بهذا الاتجاه والمماس لهذا الخط رح يكون بهذا الاتجاه فبالتالي أصبح عندي اتجاهين للمجال الكهربائي وهذا مرفوض فقط يوجد اتجاه واحد للمجال الكهربائي إذن خطوط المجال الكهربائي لا يمكن أن تتقاطع لأنه لو تقاطعت لا أصبح يوجد اتجاه للمجال عند نقطة التقاطع وهذا مرفوض بتقدر تكتب له أيضا المجال له اتجاه واحد في النقطة الواحدة ننتقل الآن إلى أشكال خطوط المجال الكهربائي الأشكال خطوط المجال الكهربائي لشحنة نقطية رسمناها قبل شوية من الموجبة بتكون خارجة تبدو وكأنها خارجة وبالسالة بتبدو وكأنها داخلة وتخلي في بالك أيضا أن تباعد الخطوط يلاحظ تباعد الخطوط كلما زاد البعد عن الشحنة كلما أنا بتحديث عن الشحنة المسافات بين الخطوط بتزيد أي تباعد بين الخطوط لأن الخطوط لما بتكون قريبة من بعض يدل ذلك على أن مقدار الشحنة كبير أو المجال كبير لكن لما أنا ببعد عن الشحنة إيش بصير؟ بقل المجال لأنه المجال بتناسب عكسيا مع مربع البعد عن الشحن صح ولا لا فبالتالي يلاحظ تباعد الخطوط كلما زاد البعد عن الشحن لأن المجال يقل بزيارة المسافة فتقل كثافة خطوط المجال إذن بالقرب من الشحن كثافة خطوط المجال إقراب على بعض ويدل الخطوط إقراب على بعض يعني فيه كثافة الخطوط المجال المجال كبير لما أنا بابتعد بتزيد المسافات بين الخطوط معنى ذلك أن المجال يقل كلما ابتعدنا عن الشحن أما بالنسبة لشحنتين نقطيتين متساويتين مقداراً موضوعات قريبات على بعض خطوط المجال بدها تكون كالآتي بهذا الشكل نلاحظ يا أستاذي أنه بهذا المنطقة لو وضعنا شحنة اختبار بهذا وجد عملياً أنه شكل خطوط المجال الكهربائي يمثل هكذا لشحنتين موجبات من النوع نفسه تمام؟ لاحظ في هذه المنطقة زيك أنه فيه تنافر أما بالنسبة باء لمختلفتين في النوع مختلفتين في النوع نلاحظ أن خطوط المجال الكهربائي وكأنها تتجه من الشحن الموجب إلى الشحن السالبة هذا شكل خطوط المجال الكهربائي لشحنتين مختلفتين في النوع هذا لازم تكون داخل لأنه راح نشوف لقدام لما ندرس المجال الكهربائي المنتظى الناتج من صفحتين أنه دائماً خطوط المجال تتجه من من الموجب إلى السالبة لما بيكون في صفحتين موجب أو سالبة أو شحنتين موجب أو سالبة نلاحظ وجد عملية أن خطوط المجال من الموجب إلى السالبة يكون اتجاه هذا الشكل لو بدنا نكملها هذه نفس الشيء من الموجب إلى السالبة إذن خارجي من الشحن الموجب وداخلي في الشحن السالبة زي ما رسمنا هنا هان دائماً بيكون خارجي تبدو كأنها خارج من الشحن الموجب داخلي في السالبة نفس الشيء أيضاً لما بوضع شحنتين مختلفتين في النوع لاحظوا كأنها خارجي من الموجب ولكن تدخل في السالبة لانقريبات على بعض اما من النوع نفسه بدي نكون خارجاتي من الموجبتين ولا يحرط تقاطع لخطوط المجال الكهربائي اهم النقاط اللي يجب انت تكون ملم بها بخصوص خطوط المجال الكهربائي اولا احنا بنمثلها بخطوط المجال يمثل بخطوط كثافة الخطوط او قربها من بعض او كثرتها بتدل على شدة المجال تباعدها عن بعض بدل على انه المجال قليل تمام تكون خارجي تبدو وكأنها خارجي من الشحن الموجب بداخل في الشحن السالبة عند نقطة مع اتجاه المجال يكون مماس لا يمكن لخطوط المجال ان تتقاطع ايضا يا استاذي رسمة او شكل خطوط المجال لكل من شحن نقطية لشحنتين نقطيتين متساويتين من نفس النوع ومن مختلفتين في النوع يجب ان تكون ملم بكل هذه المعلومات بخصوص خطوط المجال الكهربائي يمكن يجيب لك سؤال تمام يكون معطيك هذا الشكل ونوع الشحنتين مش معلوم يقول لك ما نوع وكل من الشحنتين فانت بتكون على دراية بان الشحن الموجبة دائما تكون خطوط المجال الكهربائي خارج منها تمام والشحن السالبة خطوط المجال داخلي اليها ننتقل الان لدراسة المجال الكهربائي المنتظم من اسمه مجال كهربائي منتظم هو المجال الذي تكون شدته متساوية مقدارا واتجاها في جميع نقاط المجال عند اي نقطة في المجال بتكون شدة المجال متساوية مقدارا واتجاه طب كيف نحصل عليه يمكن الحصول على المجال الكهربائي المنتظم بلزمني لوحان معدنيين متماثلين تمام ومتوازيين إذن بلزمني لوحين زي ما أنا رسم هذا لوح معدني أو خلينا نسميه إحنا في لز وهذا لوح أيضا متماثلين هذا مشحون بشحن سالبة وهذا مشحون بشحن موجب تمام إذن للحصول على مجال الكهربائي المنتظم يلزم لوحين معدنيين متماثلين متوازيين مشحون بشحنتين متساويتين مقدارا ومختلفتين في النوع فبالتالي يكون اتجاه المجال الكهربائي من الصفيحة الموجبة إلى الصفيحة السالبة وتكون عبارة عن خطوط مستقيمة المسافة بين هذه الخطوط متساوية وهذا يدل أن المجال الكهربائي منتظم بمعنى أن له نفس المقدار عند أي نقطة بين هذول الصفيحتين إذا نستطيع كتابة ما يلي نلاحظ أنه بالمجال الكهربائي المنتظم شكل شكل خطوط المجال خطوط المجال الكهربائي تمام؟ أول شيء متوازية خطوط المجال مالها متوازية ومستقيمة متوازية ومستقيمة وهذا يدل وهذا يدل على أن المجال الكهربائي منتظم ثابت مقداراً واتجاهاً عند أي نقطة عند أي نقطة بين الصفيحتين بين الصفيحتين هذه ملاحظة هامل جداً ننتقل لملاحظة أخرى تكون خطوط المجال من الصفيحة الموجبة خطوط المجال من الصفيحة الموجبة المشحونة بشحن موجبة إلى الصفيحة المشحونة بشحنة سالبة اتجاه خطوط المجال ننتقل الآن لحل مساء المتنوعة على المجال الكهربائي السؤال الأول معطيني الشيخ المجاور يبين شحنتين موجبتين إحداهما مشحونة بشحنة المحصل إينت تساوي سفر هذه شرحناها بالقوة أسميناها بنقطة التعادل أين تكون محصلة المجال تساوي سفر بالتالي أنا بدي أحط نقطة اختبار تستشارج أو شحنة اختبار بحيث تكون المحصلة المجال عندها تساوي سفر أتفقنا بالحصة السابقة لما شرحنا نقطة التعادل إنه إذا كانين الشحنتين من نفس النوع تكون بينهم صح ولا لا فبالتالي أنا بدي أفرض نقطة التعادل بينهم خلينا نفرض نقطة الاختبار هان ودائما نقطة الاختبار بنفرضها Q نوت موجب موجب مع موجب تنافر فهذا هاي لو سميتها أنا Q واحد Q واحد تساوي وهذا لو سميتها أنا Q ثنين تساوي فبالتالي هذا اتجاه E واحد واتجاه E ثنين موجب مع موجب تنافر هذا اتجاه E ثنين صح ولا لا وتكون أقرب للشحن المقداره أقل إذن نفرضها تبعد X عن الشحن الأولى ونفرضها تبعد عن الشحن الثاني كلها 45 راح منها X 45 ناقص X فبالتالي شدة المجال الكهربائي E1 عند النقطة أو عند الشحن Q نوت تمام يساوي E2 عند Q نوت لأنه E نت تساوي 0 لازم E1 تساوي E2 مقدارا وعكس بعض المحصلة تساوي 0 تمام بتطبيق قانون شدة المجال إيش قانون شدة المجال لشحن النقطي اشتقنا الحصة السابقة كان عبارة عن K في Q 1 على مربع المسافة على المسافة اللي هي تي ما بين ما بين النقطة و Q 1 اللي هي تي X تربيع يساوي K Q 2 يتولي Q 2 عند Q نوت يتولي Q 2 على مربع المسافة على مربع المسافة المسافة ما بين شحنة الإختبار أو أو الشحن Q 2 المسافة ما بين 45 ناقص X 45 ناقص X مربعة بقدر أختصر Q مع Q من الطرفين K مع K قصدي Q 1 Q 2 قيمة Q 1 من السؤال 3 10 قوة ناقص 6 على X تربيع يساوي قيمة Q 2 تساوي 12 قوة ناقص 6 على 45 ناقص X لكل تربيع بقدر أختصر 10 قوة ناقص 6 مع 10 قوة ناقص 6 حتى أنا أتخلص من التربيع بوخة جذر للطرفين أصبع عندي جذر الثلاث والجذر بتوزع على البصد والمقام جذر الثلاث على جذر X تربيع X يساوي جذر 12 على جذر بروح مع التربيع ناقص X بالضرب التبادلي ينتج عندنا جذر 12 X يساوي جذر الثلاثة مضروبة في 45 ناقص جذر الثلاثة X أجلب X عند X زائد جذر الثلاثة X زائد جذر الثلاثة X آه هذه بتروح جذر الثلاثة زائد جذر الثلاثة آه فبتطلع جذر الثلاثة زائد جذر الثلاثة عملها بتطلع معها 5.2 تقريبا X وجذر الثلاثة في خمسة واربعين اللي يتي عبارة عن ثمانية وسبعين على خمسة فاصلتين على خمسة فاصلتين بتطلع معاك اكس تساوي تقريبا خمستاشر سنتيمتر إذا نقطة التعادل التي تنعدم عندها شدة المجال الكهربائي تكون بعيدة عن الشحن الأولى مقدار خمستاش وعن الشحن الثانية خمسة واربعين ناقص خمستاش اللي يتي ثلاثين سنتيم ننتقل لحل مسألة أخرى طالب مني ما مقدار شدة المجال الكهربائي يعني اللي طالبه E مجهولة الذي يؤثر فيه إلكترون بحيث تكون القوة الكهربائية بقوة كهربائية القوة الكهربائية FE تساوي ثلاث أمثال وزنه ثلاثة FG هذا رمز الوزن تمام؟ ومعطيني قيمة مقدار كتلة الإلكترون وشحنته وتسارع الجاذبية إذا من المعطيات طالب مني FE تساوي ثلاثة FG طب ما هو قانون القوة الكهربائية مقدار الشحنة في شدة المجال الكهربائي يساوي ثلاث أمثال وزنه ثلاث إيش قانون الوزن؟ لو تلكتلة في تسارع الجاذبية بقسمة الطرفين على QE على QE نستنتج قانون E اللي طالبها ثلاث MG على QE أصبع عندي ثلاث M معطا في السؤال 9.11 بعشر قوة نقص 31 شحنة الإلكترون معروف 1.10 قوة نقص 19 كولوم بعمل هذول الحسابات بتحصل على هذا المقدار لشدة المجال بوحدة نيوتون على كولوم الله يعطيكم العافية بنكمل إن شاء الله في حصة أخرى بهذا الدرس شكراً لكم بتمنى تشارك الحصة مع زميلك ولك الأجر في مشاركة العلم شكراً لكم